شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسم توقيع أربع مذكرات تفاهم جديدة بهدف دراسة وبحث إمكانية استكشاف وإنتاج وتنمية حقول البترول والغاز الطبيعي وعلى هامش التوقيع أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن مذكرات التفاهم الجديدة تستهدف دراسة وبحث إمكانية مشاركة الشركات الموقعة في الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال البحث والاستكشاف من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج خاصة تنمية الحقول في خليج السويس والصحراء الشرقية اشتركوا في القناة